في هذا اليوم العظيم، اليوم التاريخي، اليوم الذي عاد لليمنيين حريتهم وكرامتهم هذا اليوم سيسجله التاريخ مثل ما سجل ثورة السادس والعشرين من ستمبر سوف يكون الثاني من ديسمبر هو التكمله لثورة السادس والعشرين من ستمبر نحن اليوم أمام حدث عظيم انتفاضة مستمرة وسوف تستمر حتى نوصل إلى بر الأمان واشتتاث الحوثي الخبيث الداخل على اليمن من اليمن بشكل عام ما أهمية تمسك اليمنيين بوصايا الزعيم؟ أهمية أنهم يكونوا أحرار يكون مكتسبات الوطن للوطن حكم الشعب لنفسه يكون حرية الإنسان في ماله وعرضه وكرامته لا يجي أحدا ينهبه ماله ولا يأخذ حقه ولا يسلبه ما أكتسبه هذا اليوم وكرمة الشعوب يعني تعبى أن يكون هناك من يجي يستغلها وينها مقدرتها نعم انتفاضة الثاني من ديسمبر كما ذكرت التي قادها الزعيم علي عبدالله صالح يعني مثلت منطلق لتأسيس جيش يحمي الجمهورية يحمي الثورة ومكتسباتها والوحدة أيضا التي حاولت الميليشيا النيل منها منذ تسللها والسيطرة على العصمة نعم 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 نترحم على الشهداء وأولهم الزعيم علي عبدالله صالح والأمين عارفة زوكا وجميع الشهداء من سبقوهم سواء في جميع الجبهات في الساحل أو في مارب أو في تعز أو في جميع المناطق فرحمة الله عليهم فتعتبر الانتفاضة هذا وحدت الخلافات الماضية بين أبناء الشعب كاملة وبين القيادة الحزبية وبين المكونات الاجتماعية وكانت لحمة واحدة لاتفاع عن اليمن والإسعادة للجمهورية ومن هذا المنطلق يكون لنا أنه نمضي الاستمرار في إعادة استرجاع الجمهورية اليمني والحفاظ على الوحدة